معايا دلوقتي عبر زوم مدخلة في منتهى الأهمية وحوار مهم جدا مع واحد من أهم محلل كرة القدم في العالم نجمي منشستر سيتي الصابق وليستر سيتي واحد من اللاعبين الرؤعين جدا نين لينون معايا عبر زوم الآن يا فندم شرفنا ومناورنا على التلفزيون المصري وسعيد جدا بتواجدك معنا في برنامج رقم عشر شكرا 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 جزيلا على الصدافاتي تاريخ عظيم جدا في كرة القدم الإنجليزية وبالتأكيد مع نادي السلتك مدرب تاريخي ليه نادي السلتك عايز تغل تواجدك معايا وسألك السؤال اللي بيشغل الصحافة الإنجليزية دلوقتي وبيشغل طبعا كرة القدم في العالم مدى تأثير غياب اللاعبين الأفارقة عن أنديتهم في الدولة الإنجليزية خلال كأس الأهم الأفريقية شايف التأثير هيكون قديا نعم أستطيع أن أقول أن اللاعبين الأفارقة لديهم تأثير كبير على الدولة الإنجليزية للمدة سنوات منذ مدة وليفربول يعتمد عليه بشكل كلي فأعتقد أن فصلاح صنع تاريخا كبيرا مع ليفربول فبالتالي والتأثير ليس فقط على ليفربول وإنما سيكون على كرة القدم الإنجليزية كما حدث مع ديدي دروكبا من قبل وأيضا ساديو ماني وأيضا رياد محرز فبالتالي هؤلاء اللاعبون حينما كانوا يغيبون عن الدور الإنجليزي كانت هذه خسارة كبيرة أعتقد أن الأندية وكرة الإنجليزية تخسر كثيرا من مثل هذه البطولات بمناسبة ذكرك لمحمد صلاح كنت قرأت تصريح لك في الماضي أنه محمد صلاح أكتر لاعب بيفكرك بليونيل ميسي هل الكلام ده كان صحيح؟ محمد صلاح هو من أنقى المواهب وأمهر اللاعبين في العالم هو لاعب موهو وليس فقط على مستوى هذا العام ليفربول وإنما لمدة ست سنوات من قبل هو يتحسن على العكس تماما هو يتحسن ويحرز العديد من الأهداف الكثير من الأهداف يتحلى بالحرية في الملعب بشكل انتام يؤدي بشكل رائع هو لعب كرة قدم ممتاز لديه شخصية كبيرة وتأثير كبير على الجمهور الإنجليزي